في مشروبات كتيرة بشربوها لعدة الكرة اسمها مشروبات الطاقة دي بتدمر السنان جنرائيس بردونتاتس دي يعني التهاب شديد في اللاسة كلها يعمل انحصار في مستوى العظم أو اللاسة يأثر بشكل مباشر إن سنانه كلها تتلخلخ وتبدأ يفقدها بصورة سريعة في السن من أواخر التلاتينات وأول الأربعينات بيتحملوا على ستة فوق وستة تحت وده العدد ده العدد الأمثل للتعويض بحيث إنه يعيش مع المريض مدى الحياوي يعرف يأكل ويشرب عليه بشكل طبيعي وما يحصلش أي مشاكل في الزراعات بعد كده الناس بتقلق شوية من هيتم بقى عمل فتح جراحي وزراعة اللاسة تلتقم خيوط مضاعفات زراعة الأسنان أصبحت دلوقتي قليلة جدا عن زمان بالمقارنة بالسنوات اللي قبل كده لإن إحنا دلوقتي بنقلل على قد ما نقدر في التدخل الجراحي في الوقت في الأوبريشن أو الأوبريتف تايم وقت العملية قد إيه أو وقت الجراحة زراعة الأسنان قد إيه بنقلله على قد ما نقدر من خلال التحضير الجيد لزراعة الأسنان حالات كتير بتيجي عاملة زراعات أسنان ومش متركب عليها بقالها سنة و سنتين ليه لإن هي تحطت الزرعة والزرعة مسكت في العظم محطوطة بأنجيوليشن مش مظبوطة زاوية مش مظبوطة زاوية مش مظبوطة محطوطة في مكان مش بتاعها نحس إن الكراون اللي هيركب عليها بعد كده مقاسه كبير جدا مش مناسب إنه يتحط في المكان ده الزراعات مش حاجة هايفة والغالي تمنوا فيه فعلا وتعظم وتعامل الزرعة مع العظم وتعامل العظم مع الزرعة ده علم معقد جدا فيه ناس منهم خدت فيه ناس مبتكرين زراعة خدوا جواز كبيرة جدا عشان ابتكارهم لمدة الزرعة نفسها والسيرفس بتاعها وشكله اشتركوا في القناة أول حالة زراعة أسنان بالشكل المتعرف عليه في التاريخ الحديث كانت سنة 1965 لمريض سويدي اسمه غوستا لارسن كان بيعاني من عيب خلقي في الفك السفلي وده خلاه يكون أول متطوع لزراعة الأسنان لدى البروفيسور براني مارك اللي قام بأول زراعة لمادة التيتانيوم في لاثة لارسن غيرت مصار حياته إلى أن توفي بعد أربعين عام عاشها بأسنان سليمة وقوية وبشكل طبيعي خالي من أي مشاكل أو مضاعفات العملية دي مش بس غيرت حياة لارسن لكن كانت بداية لثورة علمية في طب الأسنان واستفاد بعدها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من اكتشاف براني مارك في مجال التقام العظام أو ما أسماه الاندماج العظيم أهلا بكم في حاجة غريبة لبعض لعيبة الكرة على فكرة كتير من لعيبة الكرة يعني السنانهم فيها حاجة فيها مشكلة وعايز الكلام ليهم وللكل عشان هتخيلوا قيمة السنان فرانك ريبري واحد من أحرف اللعيبة ومن أفضل الشخصيات في عالم كرة القدم دي شخصية محترمة جدا فرانك ريبري كان برعب في بيرنم يونيخ وفي وقت من الأوقات اتكررت إصاباته اتكررت إصاباته جدا ومستوى انخفض وبدأوا يفكروا أنه ممكن ركبته هي اللي فيها المشكلة التهابات في الرقبة مش عارف إيه ألم في الرقبة طيب ماشي يعالجوا الرقبة ميرجعش برضه بنفس الأداء فيه إصابات بتتكرر كل شوية إصابات لغاية لما دكتور بتاعه دكتور بتاع بيرنم يونيخ قال لهم جملة مهمة جدا هو بيكفي فعلي قال لهم سبب المشكلة التهابات الموجودة في اللسة وفي الأسنان وألام الأسنان بتاعته هي دي سبب المشكلة وقال جملة مهمة جدا سيعود ريبري لأداءه الطبيعي بعد علاج أسنانه وزراعة الجزء اللي ناقص في الأسنان عشان هو واضح كمان أنه المضغ عنده في مشكلة لأنه ده مهم قوي وفعلا بدأ يزبط ده ورجعت حالته الطبيعية جدا كلاعب كرة قدم واحد يقول لي الأسنان الأسنان على فكرة فيه كمان حاجة لازم الرياضين ياخدوا بالله من لعبة الكرة بالذات فيه مشروبات كتيرة بيشربوها لعبة الكرة والكرة اسمها مشروبات الطاقة دي بتدمر السنان فيبدو برضو الرابط ما بين مشروبات الطاقة والأسنان الكرة والخبطات بتاعت الكرة والأسنان وفقد الأسنان وتطنيش الأسنان من بعض لعبة الكرة لأنه فيه لعبة كرة كتير قوي ما بتهتمش بشكله إليك أنا لعب كرة مش نجم يعني نجم في الكرة بس مش نجم سينمائي محدش شايفني من قريب فمش مشكلة سناني فيه لعبة كرة كتير سنانهم مش جيدة وقعدوا فترة طويلة سنانهم مش جيدة فخلينا نهاردة نتكلم على الأسنان المفقودة والأخير مع طيفي العزيز قيمة علمية متميزة واسمي لامع في عالم الأسنان بيسعدني باسلوبه العلمي الدقيق ودايما بالمستوى الشرحي اللي كل شوية برفعه أكتر عشان يعمل أولا قاعدة علمية ما شاء الله جيدة جدا له ثانيا الأهم انه خلى جمهوره عنده حالة من القمع انه يعرف أكتر وأكتر ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة دكتور محمد سامحي الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان وصاحب ماجستير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة وطبعا المؤسس لمركز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان عضو الجماعية العلمية لزراعة الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور منورنا قبل المبدأ النهاردة في الزراعة هل ممكن تؤثر الأسنان على أداء الإنسان الرياضي بشكل الزكر فيها الأسنان زي ما ذكر في المقدمة اللي ظهرت من شوية الأسنان بتأثر بشكل مباشر على الصحة النفسية والصحة العامة للجسم ليه بتأثر على الصحة النفسية؟ لأن الأسنان أي اضطرابات في الأسنان بتعمل مشاكل نفسية جدا في الأكل والشرب والكلام والضحك وخلافه فبتأثر بالسلب على الصحة النفسية خصوصا معرضيين لأنه لما ما يعرفش يتعامل بشكل طبيعي في أكله أو شربه الفيتاميس بتختلف الأكل بيختلف المضغي بيختلف الحاجات دي كلها بتأثر بشكل مباشر على الصحة العامة للجسم زراعة فاك بالكامل موضوع يعني شائك شوية موضوع تقيل أكلمني عنه وليه بيحصل أنه بعض الشباب أبصه لقي سنه أربعين خمسة واربعين ويزرع فاك فعلا هو في حاجة مهمة جدا ما بناخدش بنا منها خصوصا في سن الشباب إنه هو ممكن يكون عنده ده الأشهر للسن اللي حقاك ذكرت عليه من ثلاثين لأربعين سنة دي أشهر حالة إنه ممكن يفقد أسنانه إنه يحصل حاجة اسمها جيناريس بوردونتايتس جيناريس بوردونتايتس دي يعني التهاب شديد في اللاسة كلها يعمل إنحصار في مستوى العظم أو اللاسة يأثر بشكل مباشر إن سنانه كلها تتلخلخ وتبدأ يفقدها بصورة سريعة في السن من أواخر التلاتينات وأول الأربعين فالسن ده الحالة دي مشهورة جدا فيه إنه ما يكونش يواخد باله ويكون حال المشكلة في البداية ممكن يكون بسيط جدا إنه يتابع مع الدكتور أو يعمل تنظيف جير وما نوصلش لي الجيناريس بوردونتايتس اللي بتسبب فقد الأسنان بصورة كبيرة ويتطر بعد كده يعمل زراعة أسنان للفك الكامل سؤالي بقى في الزراعة الأسنان هنا هو عدد الزراعات هيكون قدي هزرع هنسمع أول أنفور أول أنسكس إيه الواقع؟ هو في حالات الفك بالكامل بنعمل عدد الزراعات اللي ممكن نعمله خصوصا في حالات الفك بالكامل ممكن القرش اللي فوق بنعمله أول أنسكس يعني عدد ست زراعات في الفك والفك اللي تحت في الحقيقة ينفع نعمل فيه أول أنفور وينفع نعمل فيه أول أنسكس يعني زي الصورة اللي ظهرة قدامنا دلوقتي دي حالة إعادة تأهيل للفكين أنا في الحالات الكبيرة اللي زي كده وخصوصا لو سنه صغير بفضل أعمل ست زراعات في الأبر قرش وست زراعات في الأور قرش يعني نعمل ست زراعات فوق وست زراعات تحت بيتم تحميل عليهم عدد الأسنان بالكامل اللي هو بيكون تقريبا 24 سنه ودرس في الفكين بيتحمله على ستة فوق وستة تحت وده العدد ده العدد الأمثل للتعويض بحيث أنه يعيش مع المريض مدى الحياة ويعرف يأكل ويشرب عليه بشكل طبيعي وما حصلش أي مشاكل في الزراعات بعد كده إيه أنواع الزراعات اللي أنت بتفضلها؟ والله إحنا دايما في الزراعات اللي بنشتغلها خصوصا في حالات الفكين أو كبار السن إحنا بنشتغل كل حالة على حسب كواليتي العظم بتاعها إنما أنا دايما بفضل سيستمز معينة بشتغل بيها في العادة اللي هي مثلا بتكون زراعات سويسرية أو زراعات ألمانية أو كورية الثلاث أنواع دول أنا مثبتهم في الشغل وبختار منهم على حسب كواليتي العظم والمريض أو عدد الزراعات اللي حطها فيه فراية كتيرة بنختار من أساسها أنواع الزراعات وبنبدأ نشرحها للبيشنت أو المريض ونقوله الأنسب لي الناس بتقلق شوية من قولك هي بيتم بقى عمل فتح جراحي وزراعة اللاسة تلتقم خيوط والله في الحقيقة في الفترة الأخيرة خصوصا في حالات الفك بالكامل مع التطور التكنولوجي والسي بي سي تي أصبح فيها طفرة كبيرة يعني زمان الأكرسي بتاع السي بي سي تي أو الأشعة المقطعية اللي كنا بنعمل بيها كان الأكرسي قليل شوية فكان الجراح لازم يفتح الدقة كانت قليلة آه فكان لازم يفتح ويشوف هو يحط العظم فين بالزبط دلوقتي مع دقة السي بي سي تي بقت أعلى كتير أو الأشعة المقطعية بقى الدقة بتاعتها أعلى بصورة كبيرة فأصبح الجراح تلوقتي نقدر من خلال الأشعة المقطعية اللي ظهرت قدامنا دي نقدر نحدد بالزبط الأماكن اللي هنحط فيها الزراعات وممكن نعمل فك بالكامل بدون أي فتح جراحي وبدون أي مشاكل خالص فك بالكامل بدون فتح جراحي ده ميزة كبيرة استفدناها أن المريض ممكن يزرع حتى الفك بالكامل أو الفكين ويمارس حياته بصورة طبيعية في نفس اليوم غير لما يفتح الفك بالكامل ونعمل بعد كده خيوط جراحية وخيط وبيسبب ممكن مضاعفات شوية بعد يعني الصورة اللي هتظهر قدامنا دي دي مريض مثلا زرع فك بالكامل في القبر قرشة هو في الفك العلوي عاملين ست زرعات بدون فتح جراحي يعني لو لاحظنا ودقنا في الصورة شوية هنلاقي أن الصورة دي محطوطة في وقت ده الصورة دي في وقت زراعة الأسنان في شوية بليدنج دم بسيط حوالين الزراعات الأمامية دي وقت الزراعة بدون أي فتح جراحي المريض ده بيمشي بدون أي مشاكل بدون أي مضاعفات يقدر يمارس حياته بصورة طبيعية بعدها بساعة أو ساعتين يعني دي صورة تانية لنفس الحالة من قدام بدون فتح جراحي ودي بخدناها بسبب نوع الزراعة أنه مناسب للكواليتي بتاع العظم بتاعه ومناسب لعرض العظم بتاعه اللي عرفناه من الأشعاعات المقطعية اللي عملناها قبل زراعة الأسنان انت قلت جملة برضو لازم اسأل فيها مضاعفات ناس كتير قوي بتقلق من المضاعفات في الحقيقة يعني لو جبنا الصور اللي بعد كده لنفس الحالة في الحالة دي أنا عملت له أبر قرش بدون فتح جراحي وعملت له لور قرش بفتح جراحي في الحقيقة بنركب عليها بعدها بيومين أو ثلاثة في خلال يومين أو ثلاثة دول لا يمكن هي صورة تانية اليومين أو ثلاثة اللي بنركب من خلالهم لو عملنا فتح جراحي ممكن يحصل شوية مضاعفات بسيطة اللي هي بتحصل بعد أي إجراء جراحي ممكن شوية تورم بسيط أو حاجة بسيطة بعد إجراء زراعة الأسنان ممكن تورم بسيط أو ألم ممكن نسيطر عليه بالمسكن أو المضاد الحيوي اللي بناخده بعد أي إجراء زي الخلق أو حشو العصب وخلافه إنما مضاعفات إجراء زراعة الأسنان أصبحت دلوقتي قليلة جدا عن زمان بالمقارنة بالسنوات اللي قبل كده لأن احنا دلوقتي بنقلل على قد ما نقدر في التدخل الجراحي في الوقت في الأوبريشن أو الأوبريتف تايم وقت العملية قد إيه أو وقت الجراحة زراعة الأسنان قد إيه بنقلله على قد ما نقدر من خلال التحضير الجيد لزراعة الأسنان التحضير الجيد اختيار نوع الزرعة إن احنا نحط الزرعة في أسرع وقت مناسب إن نقدر نعملها بدون فتحة ولا لأ وكمان إننا نكون مخدرين للمريد تخدير كويس لأنه هو لو ما حسش تحت إيدينا وإحنا شغلين له بالتالي بعد كده هيأثر بالإيجاب معاه إنه بعد كده ما يحسش كمان بعد إجراء زراعة الأسنان مرضى السكر عندهم تخوفات خاصة بيهم هم عندهم قلق من الالتقام من الجروح طبعا جسمهم عنده فرصة للالتهاب أكتر من غيرهم برضو العائلات اللي عندها حالات لها احتياجات خاصة تمام برضو لازم نتكلم عنه مرضى السكر خصوصا إحنا دايما مريض السكر قبل ما بنعمله إجراء زراعة أسنان بي نحاول على قد ما نقدر نعمل تحليل السكر التراكمي لو الدنيا كنترول دايبيتك أو السكر التراكمي المعدل بتاعه مزبوط بنبدأ نعمله إجراء زراعة الأسنان بدون أي مشاكل بنراعي شوية حاجات بنعملها مع مريض السكر قبل إجراء زراعة الأسنان إن احنا نعمله نفس الأشعات المقطعية وإذا قدرنا نعمله السيرجيكال جايد أو الدليل الجراحي اللي هنستخدمه وقت العملية عشان نحط الزراعات معاه بدون فتح جراحي فالموضوع ده بيساعد بصورة كبيرة جدا إن احنا نعمله زراعة أسنان بدون فتح جراحي فيقلل معاه الهيلنج تايم أو التقام الجرح بعد زراعة الأسنان بيكون سريع جدا مع مريض السكر في الحالات اللي زي كده غير لو فتحنا لمريض السكر وعملنا له إجراء زراعة أسنان في وقت طويل جدا لهيلنج تايم بتاعه هيزيد وقته هيزيد ممكن التورم يزيد الحاجات دي بنراعيها جدا مع مريض السكر خصوصا لو معدل السكر والتراكم بتاعه مش مزبوط أو هنحاول نزبطه مع دكتور البطنة قبل ما نبدأ نعمل إجراء زراعة الأسنان فبنحفظ بصورة كبيرة أن احنا نعمل له إجراء زراعة الأسنان على دي ما نقدر بدون فتح جراحي كمان الحالات اللي حضرتك أشارت لها اللي هي زوي الاحتراجات الخاصة أو كده ممكن نعمل لها زراعة أسنان بدون مشاكل ممكن نعمل لها تحت تأثير المخدر الكلي بدون أي مشاكل لأن احنا محتاجين نعمل له زراعة أسنان بدون أي مضعفات ومن غير ما هو يكون حاسس ولا داري بي الإجراء اللي بنعمله لأن احنا بنستخدم دريلات في زراعة الأسنان ممكن تعمله أي فوبيا أو كده ممكن نعمله إجراء زراعة الأسنان بدون فتح جراحي أيضا وتحت تأثير المخدر الكلي بدون أي مشاكل بنتابع مع دكتور التخدير ونظبط تخديره وندخله في بنج كلي أحسن ليه وكمان يطلع بأسنان تحت تخدير البنج كلي يمكن حاجة إحنا بدأنا نعملها في الآخر دلوقتي إن احنا حتى نعمله إكس ري ومقسات قبل زراعة الأسنان ونحضر له التركيبة عشان لما نعمه في البنج الكلي يزرع ويحط التركيبة في نفس الوقت مش هيستنى يوم أو يومين كمان بحس يطلع من البنج بأسنان ويكون مخلص قصته خالص في نفس الوقت عايز أسألك على دلوقتي أنت لما بتعمل الزراعة بتركب عليه حاجة مؤقتة من الإنسان مش يمشي من غير الزراعة بنركب أسنان مؤقتة على الزراعة الإنسان بيأكل عليه؟ إحنا في حالتين من التركيبات المؤقتة اللي ممكن نركبهم في زراعة الأسنان إذا كانت تركيبة مؤقتة في سنة أو سنتين يعني لو هنعمل زرعة في سنة أمامية أو أسنان أمامية واحد فقط سنة أو سنتين فدي بتكون أكتر للشكل وما بنقدرش نحمل عليها في الأكل يعني بنعمل لها رليف حاجة أو توفوكلوجين يعني بنقلل أن هي تكون لمسة في البيت أو العضة بتاعتها وبعد كده نبدأ نعملها له للشكل بس أما حالات الفك بالكامل زي الصورة اللي هتظهر دلوقتي إحنا بنركب له أسنان وقت الزراعة إحنا عاملين له زراعات وتركيبات للفكين فده مضطر يأكل لازم يأكل ويشرب بسرعة طبيعية فبي نحط له تركيبات مؤقتة زي كده دي بيعيش بيها بسرعة طبيعية في خلال الثلاث شهور اللي العضم بيلتائم على الزرعة فيهم وبيأكل ويشرب بسرعة طبيعية لكن ما بيأكلش وبيشرب بسرعة طبيعية الحاجات النواشف الحاجات اللي هتأثر على التآم الزرعة زي الجذر الحاجات الناشفة مايقدرش يا كلها في أول ثلاث شهور يبلاش جزر مكسرات عيش ناشف عيش ناشف الحاجات الناشفة اللي هي اللي هتأثر على الضغط على الزراعات فبنتلاشها في أول ثلاث شهور بعد التأم الزراعات يتم استبدال التركيبات دي بتركيبات نهائية إذا كانت تايتينيوم أو زركون أو أي أنواع من التركيبات اللي هنعمل لها استبدال بالتركيبات النهائية بعد كده يأكل بها أي حاجة بصورة طبيعية ما فيش مشكلة إيه أكتر الحاجة أنت شايفها خطأ أو يحصل فيها زي ما تقولك تجاوز في عالم زراعة أسنان دلوقتي في السوق الآن في الماركت الآن إيه الخطأ اللي بدايقك الخطأ الكبير في الماركت أكتر حاجة إن إحنا دلوقتي بندور على أي زرعة وخلاص أرخص زرعة أرخص زرعة وخلاص في الحقيقة الموضوع مؤزم نفسيا جدا ليه؟ لأنه هو هيعمل زراعة أسنان بدون التفكير في الكواليتي أو بدون في التفكير في الطبيب اللي هيعمله زراعة أسنان لازم يكون الدكتور كواليفايد كويس لازم تكون الزرعة كويسة علشان نقدر الدكتور يحطها في الحالة المنازمة حالات كتير جدا بنعمل لها زراعة أسنان وما بنقدرش نركب عليها حالات كتير بتيجي عاملة زراعات أسنان ومش متركب عليها بقالها سنة وسنتين ليه؟ لأن هي تحطت الزرعة والزرعة مسكت في العظم محطوطة بأنجيوليشان مش مظبوط زاوية مش مظبوطة محطوطة في مكان مش بتاحها نحس إن الكراون اللي هيركب عليها بعد كده مقاسه كبير جدا مش مناسب إنه يتحط في المكان ده فمضطرين نحل مشاكل كتير بسبب إن إحنا خطرنا نوع زراعة غلط أو مع منهاش عند متخصص إن السوق دلوقتي أصبح كبير وفيه ناس دلوقتي كتير بتشتغل فيه زراعات الأسنان بدون وعي وبدون علم يعني الأشعة المقطعية في ناس هل يعني هل اعتقاد الناس أو بعض الناس إن الأشعة المقطعية ده شيء يعني تكلفته مش مطل يعني أنا ممكن أعمل أشعة وخلاص من عملت أشعة ليه ببولاش دي إحنا الأشعة المقطعية مع زراعة الأسنان حتى أصبحت دلوقتي مع حشوات العصر اللي بتتعمل كلهم في العادة أصبحت حاجة مهمة جدا مهمة ليه؟ لإن أنا مش هقدر أشوف العظم بتاعك مش هقدر أحدد مكان الزرع مش هقدر أعمل لها بلان غير لما أشوف العظم اللي تحت اللاسة ده لإن أنا مش هشوفه كل واحد مختلف عن التاني ممكن يكون عندي سبيس كده وحجم اللاسة عند حضرتك فوق العظم أو اللي مغطي العظم مثلاً اتنين ميلي تلاتة ميلي فواخد من الحجم بتاع العظم واحد تاني حجم اللاسة ثين بيوتيب حاجة رفاية جدا واخدها ميلي أو اتنين ميلي فهحدد مقاس العظم إزاي؟ لازم سي بي سي تي أو أشعة مقطعية أحدد من خلالها مقاس الزرعات اللي هقدر أحطها في العظم أشوف الأناتومي كالاستراكشر الحاجات اللي أنا مش شايفها بعيني اللي هي الجيوب الأنفية إلا عصب بتاع الفك ممكن الناس تعمل زراعة أسنان للفك السفلي مثلاً ويدخل في عصب الفك لأنه اختار زرعة طويلة مش هيشوفها على الأشعة العادية الدكتور مش هيشوفها على الأشعة البانوراما لأنه احنا في بعض تالت مش شايفينه في الأشعة العادية أشعة العادية 2D 2D يعني إيه أنا شايف اتجاه 2W لسه البعض الأفق العمق هشوفه إزاي بدون أشعة مقطعية الأشعة المقطعية دي أكني العظم بتاعه في إيه دي كده بقلبه وهشوفه واشوف مقاسه وقيسه وازبط عليه مقاس الزراعات والأماكن اللي هيحط فيها الزراعات خصوصاً في حالات الفك بالكامل لأن إحنا زي ما قلت حضرتك في السؤال لابل كده لو حطينا زراعات في أماكن مش مظبوطة التركيبات اللي بعد كده مش هتكون مظبوطة تعال بقى أسمعك أبو العريف أبو العريف بيفتي وبعد أبو العريف عنده ده ثلاث محطات مهمين بس الأول نشوف أبو العريف يا بيشة السلموني عجز العظمة كبرت وكحكح واسنانه بطقع واحدة وردتانية وهو مطنش على الآخر لحد ما بقى بقه فاضي راح للدكتور الدكتور قال له هنزرع الفك بالكامل إزاي يعني السلموني حيركبولك فك بتاع واحد ميت قال لي يا جدع الدكتور هيزرع ست زرعات يركب فيهم سنان الفك بالكامل ست زرعات للفك كله سلموني ما تبطل بخل يا جدع ما انت على قلبك قد كده ارجع للدكتور وقول له يا باشا ما توفر ليش الخير كتير والحمد لله أنا عاوز كل سنة يبقى لها زرعتها المستقلة حتى يبقى أضمن وأقوى إلا البخل في السنانة السلموني والله سؤاله هنا يعني الحتة دي هو سؤال المفروض نخليها سؤالي يعني ما نخلقاش فاتي عشان ما تلتيش يا بلعور ريف بس هالي يمكن فعلا عمل زرعات بعدد السنان؟ والله يهو ده موضوع كبير جدا إن أنا أعمل لو واحد فقد كل أسنانه ما ينفعش أحط مكان كل سنة زرعة ليه؟ لأن الزرعة مختلفة في الكنتاكت بتاعها مع العظم عن السنة الطبقية الزرعة بتتحط في العظم بحاجة اسمها أو تداخل العظم عليها تلاحم العظم أو اندماج العظم على الزرعة غير السنة بتبقى مسكة وأربطة حاجة اسمها أو أربطة في العظم فكل سنة محتاجة لو هو بيعمل تركيبات عادية محتاجة كراون إنما الزرعات بتمسك السيرفس أو تدخلها في العظم أكبر من الجدر الطبيعي ليه؟ لأنها بتداخل فيها من جميع الاتجاهات بتاعها فالزرعات كل الدراسات العظمية بتقول إن ست زرعات ده العدد الأمثل لزرعات الأسنان مش وفي قاعدة بتقول مور بون لستارتينيام يعني إن أنا أحافظ على العظم ما أعملش فيه دريلينج كتير أحسن من إن أنا أعمل تارتينيام وحط فيها زرعات كتير فالبون لما أحافظ عليه بشكل كبير أو العظم كلما أقدر أحط عدد زرعات أقل يبقى أحسن بكتير إنما العدد الأمثل لزرعات الفك بالكامل هو عدد ست زرعات العدد ده هو الأمثل لتحميل عدد 12 سنة في الفك ودرس وده العدد برضو اللي نقدر ناكل عليه بصورة طبيعية والمريض يعيش حياته بشكل طبيعي ما أحسش إنه فقط حاجة أنت نورت وأبدعت كاعدتك يعني وحسعتني ما هذا الحوار الموسوعي عن نقاط عديدة في الزراعة هذه المنطقة الهمة جداً عالم الزراعة بكل إثاراته بأشعة المقطعية برفع الجيب الأنفي بالتعامل مع الزرع والتوقيت بنوع الزرع نفسها والفوضى الموجودة في أنواع الزرعات وعبيله وديله 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 أي حاجة زرعة من أي حتة بأي جنسية إن شاء الله تكون من بلاد تركة باليعني التوكتوك أي حاجة وديها للمريض لما السعر الخيص لا الزراعات مش حاجة هايفة والغالي تمنوا فيه فعلاً وتعظم وتعامل الزرع مع العظم وتعامل العظم مع الزرع ده علم معقد جداً فيه ناس منهم خدت فيه ناس مبتكرين زراعة خدوا جواز كبيرة جداً عشان ابتكارهم لمادة الزرع نفسها والسيرفس بتاعها وشكله صادح بتاعها فعرجوكم ما تستهدونوش بالمعاني ديت وبلاش الأسئلة أنتوا بتزراعوا بكام الطب ما فيوش الكلام دوت لا في الزراعة ولا في أي حاجة في الطب بلاش انت الاتصال التليفوني المشهور ده اللي هو بكام عندكم ده يعني ولا أنا بأعظور الناس والله يعني برضو على دماغ الناس اللي ظروفها الاجتماعية صعب واحد دلوقتي بتفرعي بقول لي بنا بأسأل عشان أنا برضو الله يكون في حونك صح وانت بتسأل انت بتسأل عشان ظروفك مش بتسأل عشان تنقل أرخص بتسأل عشان تزبط حالك عشان تبفاهم بس وانت فاهم ان الصح في القلم صح معلش الظروف الاقتصادية على كل صعبة اليوم الدول ضيف العزيز انت نورت مشرفت وابدعت ضيف العزيز دكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان وصاحب مجلسير صراعة الأسنان من جماعة القاهرة والمؤسس لمراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان وعضو جميعي الألمية لزراعة الأسنان من الولايات المتحدة الأمريكية واحد من نجوم عالم الأسنان في مصر وأكيد من المبدعين في هذا المجال شرح لنا النهاردة شرح تفصيلي مأسوعي كل ما يتعلق بهذا العالم عالم الزراعة عشو تفهموه أكتر خليكوا دايما مع الناس العالمهم الجلد عضو مهم جدا 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 ومعاناته مزعجة للغاية يمكن أنا في رأيي أنه الجلد معاناته أمراضه أشكال الخلل اللي فيه إزعاجة أنها ظهرة ظهرة للناس عندنا شعر بنتولد به وعندنا شعر بعد البلوغ يزداد فعندنا عشان نعرف حجم الشعر اللي موجود عندنا على الجسم كاملا فيه عندنا خمسة مليون شعرة في كل الجسم فكرة الخلايا الجزائية ده نوع من الخلايا ربنا أعطى له القدرة إنه هو لو اتحقن في أي مكان يتحول إلى نوع الخلايا المكونة لهذا المكان شعر الموجود على جسم المرأة اللي بيدايقها وممكن يخليها بتفقد الثقة في نفسها ده حالة مرضية وفي نفس الوقت حاجة تخليها يعني ده من الناس مكسوفة جدا أنا جاي لي حد عشان خاطر يقول لي أنا عايز يسير الشعر هل أدخل غرفة ليتر على طول؟ فين الهيستري؟ لابد أن أسأل الأول تاريخه المرضي هل الراجئ الستي دي مثلاً عندها اضطراب في الدورة؟ هل عندها اضطراب هرموني؟ هل عندها بي سي أو اللي هو تجايس على المضايد؟ هل هي بتاخد أدوية تزود الشعر؟ حالة الخلايا الجزائية في نتبة زيدية موجودة في الجبهة بتقدر إن هي تحسنها تماماً تماماً في مدة تقريباً من شهرين لثلاث شهور مصدر الخلايا الجزائية بيكون حاجتين أولهم هو نخاع العطم وده المصدر الأول والأقدم المصدر الأحدث وهو دهون جسم الإنسان يعني النسيج الدهني للإنسان بيحتوي على كم كبير جداً من الخلايا الجزائية من ضمن مسئوليات النجومية إن أنا صدى للناس ثقافة الكمام الجلد وإن أنا لو عندي مشكلة مرضية أكلم فيها مع الناس عشان ده بيخليهم يتفقلوا يقولوا آه اللي جاي أفضل اللي بيعاني من نفس الحالة المرضية اشتركوا في القناة